السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي براعم المرحلة الابتدائية أهلا بكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية حلقتنا النهاردة إن شاء الله حلقة مش عادية حلقتنا فيها معلومات معلومات بسيطة آه بس متنائية في القراءة والنصوص والقواعد النحوية تابعونا في حلقتنا دي والحلقات اللي جاية على قناتكم المفضلة قناة مصر التعليمي النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض أول درس من دروس القراءة اللي موجود معنا إن شاء الله في هذا الفصل الدراسي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا وعلى جميع الطلاب بخير وسلام وعلى مصر جميعها بإذن الله تعالى طبعا هدف كل إنسان في الحياة إنه يحقق النجاح هدف كل إنسان في الحياة إنه يوصل للهدف اللي هو عاوزه واللي بيتمنى طبعا النهاردة أكيد أنتوا عرفتوا عنوان درسنا النهاردة هو مفتاح النجاح النجاح الوصول له قد يكون صعبا ولكن باتباع العناصر اللي احنا هنقولها النهاردة إن شاء الله مع بعض هتوصل للنجاح بطريقة سهلة وبطريقة سريعة بإذن الله تعالى تعالوا مع بعض يلا نبدأ درسنا النهاردة اللي احنا جايبين وبشكل مختلف النهاردة جايبين زي ما هنشوف مع بعض الفقرة مقسمين الدرس الفقرات بعض المعاني الصعبة ثم وضعين أهم الأسئلة اللي بتيجا على هذا الدرس أو على تلك الفقرات طبعا عنوان درسنا النهاردة مفتاح النجاح الفقرة الأودانية يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة عليه أن لا يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل ويحلم بالنجاح فالنجاح هدف الإنسان ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر تعينه على مواجهة الحياة وتساعده على الوصول إلى النجاح ده بالنسبة ليه الجزء الأولاني أو الفقرة الأولاني عندي أهم المعاني اللي لقيتها موجودة في الفقرة عندي كلمة يواجه بمعنى يقابل كمان كلمة يتطلع بمعنى ينظر عقبات بمعنى صعوبات أكيد مفردها عقبة الهدف معناه الغاية وجمع طبعا كلمة الهدف هتبقى ليه الأهدف نوني المعاني كمان مرة عندي يواجه معناها يقابل يتطلع إلى المستقبل يعني ينظر إلى المستقبل أو يطمح إلى المستقبل كلمة عقبات معناها صعوبات ومفرد كلمة عقباتها تبقى عقبة عشان الطلاب اللي بيكتبوا معنا الهدف معناه ليه؟ معناه الغاية وجمع الهدف الأهدف تمام طيب نشوف أهم الأسئلة اللي موجودة معنا على الفقرة اللي احنا لسه ألينا بيقول لي ما الذي يواجه الإنسان في مراحل حياته وما واجبه نحوه الشئ اللي بيواجه الإنسان في كل مراحل حياته وإيه واجبه نحو تلك الأشياء التي يواجه احنا لو رجعنا للفقرة بتاعتنا كده تاني اللي بيقول لي إيه أهوت يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة عليه ألا يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل أيوة يبقى اللي بيواجه الإنسان في حياته وفي كل مراحل حياته هو صغير وهو شاب وهو كبير عقبات وصعوبات كثيرة مشكلات كثيرة بتقابل الإيه الإنسان طيب إيه واجب الإنسان نحو تلك المشكلات وتلك العقبات اللي يواجهها أنه يهرب منها ويسيبها طبعا إحنا عندنا حاجة بتقول أن الهروب من المشكلة بيدخم من حجم الإيه من حجم المشكلة ما بيحلهاش فيجب عليه ألا يستسلم إلى تلك المشكلات أو تلك العقبات ويجب عليه أن يواجهها حتى يقوم بإيه بحله يبقى ما الذي يواجهه الإنسان في مراحل حياته يلاجه الإنسان في مراحل حياته عقبات ومشكلات كثيرة طيب ما واجبه نحو تلك المشكلات وتلك العقبات عليه ألا يستسلم لها وأن يواجه تلك العقبات حتى يتغلب إيه يتغلب عليها وهو يطلب النجاح ما انت مش هتحقق النجاح بتاعك اللي انت بتوصل اليه الا لما تتغلب على تلك العقبات وتلك الصعوبات فالنجاح زي ما احنا شايفين هدف كل ايه هدف كل انسان طيب ولكن الوصول الى هذا الهدف يحتاج الى مجموعة من العناصر هنشوفها مع بعض دلوقتي طيب ما هدف الانسان في الحياة وماذا يحتاج الانسان لتحقيق ذلك الهدف طبعا زي ما قلنا من في بداية حلقتنا ان هدف اي انسان في الحياة انه يحقق النجاح يبقى النجاح هو امل كل انسان النجاح هو هدف كل انسان في هذه الحياة طب ماذا يحتاج لتحقيق ذلك الهدف يحتاج مجموعة من العناصر التي تساعده على تحقيق الهدف يبقى ثاني هدف الانسان في الحياة هو تحقيق النجاح او الوصول الى النجاح وماذا يحتاج لتحقيق الهدف ذلك هو النجاح بقى يحتاج مجموعة من العناصر تعينه وتساعده على تحقيق النجاح والوصول الى النجاح ده بالنسبة للفقرة الاولى اللي معنا نبدأ بقى مع بعض في عناصر النجاح ايه الحاجات للعناصر والاساسيات اللي انا لازم تتوفر عندي عشان احقق الى النجاح ايه الخطوات اللي انا امشي عليها علشان اقدر ان احقق الى احقق النجاح عناصر لازم الانسان يقوم بيها عشان او يقدر ان يوصل لايه يوصل للنجاح اللي هو بيطمح اليه او بيأمر طيب نشوف مع بعض اهم عناصر النجاح والعنصر الاول معنا اكيد هيكون الثقة بالله والثقة بالنفس طيب ازاي يكون الانسان عنده ثقة بالله ثم ثقة بنفسه فلا يقنط يقنط يعني ييأس من رحمة الله كلمة يقنط زي ما هنشوف دلقتي معناها ييأس فلا يقنط الانسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه او بالناس لان الانسان طبع على الخير يبا اول عنصر من عناصر النجاح معايا الثقة بالله والثقة بالانفس فالانسان لا ييأس من رحمة الله يعني ايه لا ييأس من رحمة الله يعني دائما يعلم ان الله سيوفقه ولكن اذا ادى ما عليه الانسان يأدي ما عليه اولا ويكون أمل عند الله سبحانه وتعالى كبير أن الله سبحانه وتعالى سيقف بجانبه وأنه لن يخزله أبدا في تحقيقه للايه لأن نجح تاني حاجة لا يستهين الإنسان بنفسه لأن الإنسان إذا استهان بنفسه فإنه لن يستطيع أن يوصل إلى هدفه لو أنا عندي مثلا أمل أن أنا أبقى طبيب مثلا عندي أمل أن أنا أبقى مهندس عندي أمل أن أنا أبقى لمكانة كبيرة في المجتمع يبقى أنا لازم يكون عندي ثقة في نفسي أن أنا هقدر أوصل للمكانة دي لازم يكون عندي ثقة في نفسي أن أنا أقدر أحقق أملي وحقق تموحي لأن أنا إذا استهانت بنفسي وقلت أنا مش هقدر أعمل فبالتالي مش هقدر أحقق أملي ولا حقق أيه تموحي طب لأن الإنسان طبع على الخير تمام عندي أوه زي ما قلنا كلمة يقنط معناها أيه ييأس طيب يستهين معناها يستخف بالأمر طبع معناها خلق طيب على ما طبع الإنسان طبعا ده سؤال طبع الإنسان على الخير طبع الإنسان يعني الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على صفة الخير دائما أما صفة الشر الشر دي تبقى صفة مكتسبة يعني الإنسان بأعماله السيئة بيتحول من صفة الخير إلى صفة الشر ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وطبعه دايما على صفة الخير كويس أول طيب سؤال تاني معايا على نفس الفقرة يقول لي كيف تكون الثقة بالله تكون الثقة بالله بأن لا يقنط من رحمة يعني لا ييأس الإنسان من رحمة الله تكون الثقة بالله بأن لا يقنط الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يستهين بنفسه أو بالناس لا يستهين بنفسه أو يستهين بالناس ده العنصر الاول خليكم معايا بقى وافتكروا معايا احنا خدنا العنصر الاول الثقة بالله ثم الثقة بالنفس العنصر التاني معايا بقى التواضع وده عنصر جميل جدا لازم يتوفر في اي انسان عاوز يحقق النجاح التواضع فمن تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس من تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس ومن تكبر الصورة الثانية بقى ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه يبقى التواضع صفة جميلة فيدته ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يرفع الانسان المتواضع الى اعلى مكان في نفوس الناس من تواضع لله رفعه رفعه يعني اعلى من منزلته واعلى من شأنه بين الناس اما من تكبر بقى هانت صورته في العيون يكون انسان غير محبوب من الجميع والجميع يعني تهون صورته في عيون الجميع كما انه يخسر نفسه طيب نشوف اهم المعاني المهمة في الفقرة دي ايوة عندي كلمة التواضع معناها البعد عن الكبر التواضع معناها البعد عن الكبر يبقى عكسها ايه بقى ايوة سامعه واحد بيقول لي يا مستر عكس التواضع التكبر طالما ان التواضع هو البعد عن الكبر يبقى بالتالي التواضع عكسه يبقى التكبر كويس او منزلته كلمة منزلته يعني مكانته او مرتبته منزلته مكانته او مرتبته مرتبته طيب تكبر يعني تعالى برضو عكسها تواضع هانت صورته المقصود منها ضاعت منزلته بين الناس نون المعني كمان مرة التواضع معناه البعد عن التكبر وعكسه زي ما قلنا التواضع منزلته مكانته او مرتبته تكبر يعني تعالى وعكسها تواضع هانت صورة والمقصود منها ضاعت منزلته بين الناس طيب اهم الاسئلة اللي معايا بقى بيقول لي ايه التواضع والتكبر سلوكان متناقضان يعني ايه متناقضان يا مصدر يعني عكس بعض تواضع عكس التكبر وضح نتيجة كل منهم التواضع والتكبر سلوكان متناقضان وضح نتيجة كل منهم طيب عندي الاجابة معايا هي من تواضع لله ارتفعت ايه ارتفعت منزلته في النفوس ايوه يبقى الانسان المتواضع نتيجة تواضع انه بترتفع منزلته في الايه منزلته في النفوس ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه يبقى نتيجة التواضع ارتفاع وعلو الشأن والمنزلة بين الناس وفي نفوس الناس نتيجة التكبر أن تهون صورته في العيون وخسر إيه وخسر نفسه العنصر التالت معايا من عناصر النجاح هو المسئولية إذ إن لكل فرد من أفراد المجتمع مسئولية واجب يعني مسئولية يعني واجب يجب أن تقوم به عليه أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائه كل واحد فينا عنده مسئولية لازم يقوم بها أنت كطالب مسئوليتك أن أنت تذاكر وتكتهد وتتابع دروسك أنا كمعلم مسئولية أن أنا أبدأ أشرح لك الدروس وعلمك وفهمك بعض المبادئ والأخلاقيات التي تلزمك في الحياة الطبيب مسئوليته معالجة المرضى المهندس مسئوليته التخطيط والبناء كل واحد فينا له مسئولية يجب عليه أن يقوم بها الأب مسئوليته تربية الأبناء الأم مسئوليته رعاية الأبناء كل واحد له مسئولية لو عرف المسئولية والواجب بتاعه ونحققه فبالتالي هيوصل للإيه؟ هيوصل للنجاح كل الفرد لكل فرد من أفراد المجتمع مسئولية عليه أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائها كويس عندي طبعا كلمة ينهض معناها يقوم كلمة يقصر معناها يهمل ممكن نقول معناها عكسها يهتم طيب السؤال بتاعي بيقول لي ما المقصود بالمسئولية وما واجب الإنسان نحوه يعني إيه المسئولية؟ وإيه واجب الإنسان نحو المسئولية المكلف بها؟ المقصود بالمسئولية هي تحمل الأعباء الأعباء اللي هي الأعمال يعني من أجل إسعاد الآخرين الأعباء اللي هي الأحمال والأعمال من أجل إسعاد إيه؟ إسعاد الآخرين على الإنسان أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائها على الإنسان أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائها العنصر الرابع معي من عناصر النجاح نحن أخذنا الثقة بالله ثم الثقة بالنفس ثم التواضع ثم المسؤولية الرابع معي المهارة فالناجحون ماهرون في أعمالهم يكونون دائما على أتم الاستعداد لدخول أي تجربة ومواجهة أي صعوبة ويتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قضي تكون هناك ضرورة تغيير ويؤدون عملهم على أحسن صورة ويكونون منتجين العنصر ذاتين عشان جميل جدا ومهم جدا لنا كلنا الناجحون ماهرون في أعمالهم يعني يقوموا بأعمالهم بمهارة يكونون دائما على أتم الاستعداد للدخول في أي تجربة أي تجربة جديدة بيدخلها بيكون مستعد لها تماما ومواجهة أي صعوبة ده الكلام بقى اللي احنا قلناه في بداية الحلقة الإنسان لما تواجه صعوبة يجب علي أنه يواجهها ما يهربش منها ويتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد كل أمر جديد كل تطوير جديد يكون الإنسان الناجح طبعا له قدرة على تقبل الجديد ده والتعامل معاه زي ما احنا دلوقتي في المرحلة اللي احنا عاشينا دلوقتي انتقل التعليم طبعا جزء كبير منه إلى الأونلاين التعليم عن بعد فبالتالي ده جديد علينا فاحنا لازم يكون عندنا مهارة ان احنا نتعامل مع هذا النوع الجديد من التعليم طيب يتميزون بقدرة فائقة على قبول كل جديد وعلى تغيير كل قديم هناك ضرورة لتغيير ويؤدون عملهم على احسن صورة ويكونون ايه ويكونون منتجي طيب نجي للاهم المعاني في الفقرة بتاعتنا المهارة طبعا معناها البراعة ماهرون يعني بارعون اتم يعني اكمل طبعا كلمة فائقة معناها جيدة او ممتاز اقول معاني تمام مرة المهارة يعني البراعة ماهرون بارعون اتم يعني اكمل فائقة يعني جيدة او ايه او ممتاز سؤالنا ما اثر المهارة في الناجح ما اثر المهارة في الناجح طبعا المهارة تجعله على اتم استعداد لدخول اي تجربة تجعله على اتم استعداد لدخول اي تجربة ومواجهة اي صعوبة ويتميز بقدرة فائقة على قبول كل جديد ويؤدي عمله على احسن صورة ويكون منتجا دي كلها تأثير للمهارة في حياة الانسان الناجح تجعله دائما مستعد لدخول اي تجربة ومواجهة اي صعوبة وانه يتميز بقدرة فائقة على قبول كل جديد وتغيير كل ما يحتاج الى ايه كل ما يحتاج الى تغيير وبالتالي نتيجة ده كله هيجعله انسان ايه انسان منتج طيب نيجي بعد كده للانصر رقم خمسة وهو طبعا هيكون الابداع الابداع فيه جزء كبير من ال ايه من المهار الانسان الناجح دائما يملك قدرة على الابداع يعني ايه الابداع الابتكار دائما اي حاجة قدامه عاوز ينفزها الانسان الناجح بيكون له عنده فكرة جديدة لتنفيذ هذا الشيء ده بنسميه ايه بنسميه ابداع انت حتى في طريقة المذاكرة بتاعتك اليومية ده شيء معتد لكل طالب ولكن انت كن ممكن عشان تنجح في طريقة المذاكرة دي واتحقق منها لهدف بتاعك انت ممكن تبدع في تلك الطريقة توجد طريقة جديدة للمذاكرة اللي انت او مذاكرة الدرس اللي انت عاوز تذكر او الطريقة الجديدة ديت اللي بتوصلك لهدفك في النهاية الى فهم الدرس ومعرفة كل جوانبك الطريقة دي بنسميها ايه بنسميها ابداع يعني نشوف في ابسط صور حياتك انت ممكن تكون انسان مبدع بالتغيير والتطوير في طبعا وايجاد كل جديد لاي طريقة انت بتقوم به نبالنا نشوف معنا هنصر الابداع بيقول ايه بيقول الناجح يملك دوما قدر على الابتكار والابداع فلا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد ده اللي احنا قلناه كل حاجة جديدة هو عاوز يعملها وعاوز يقديها وعاوز يكون عنده ابتكار وابداع طيب الابداع معناها الابتكار قدرة معناها طاقة طبعا عكس الابداع ايه التقليد عكس الابداع او الابتكار التقليد اللي هو التقليد الاخرين يعني طيب ما اثر الابداع في الناجح طبعا تجعله لا يفكر او يجعله لا يفكر الا في كل جديد ولا ينشغل الا بكل مفيد يبقى الإبداع بيجعل الإنسان الناجح لا يفكر إلا في كل جديد ولا ينشغل إلا بكل مفيد العنصر السادس والأخير معايا من عناصر النجاح هو الإصرار فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وإنما يمضي قدما في تنفيذه واثقا بقدرته على الوصول إلى هدفه لا تقف تموحاته عند حد لأنه يملك روح التحدي والمنافس الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب إنما يمضي قدما في تنفيذه واثقا بقدرته على الوصول إلى هدفه لا تقف تموحاته عند حد لأنه يملك روح التحدي والمنافس الإصرار يعني الثبات يتردد يتراجع عكسها يصر أو يصمم الصائب الصحيح عكسها الخطأ يمضي قدما المراد يتقدم إلى الأمام طموحاته أي مساعيه ومطالبه ما القرار الذي لا يتردد فيه الناجح ولماذا لا تقف تموحاته عند حد طبعا القرار الذي لا يتردد فيه والقرار الصائب ولا تقف تموحاته عند حد لأنه يملك روح التحدي والمنافس القرار الصائب لا يتردد في اتخاذه لا تقف تموحاته عند حد لأنه يملك روح التحدي والمنافس كده احبابي احنا خدنا العناصر الستة لعناصر النجاح اللي يجب انها تتوافر في كل انسان وكل طالب وكل واحد عاوز يحقق او يوصل للايه يوصل للنجاح فكركم بهم تاني اول عنصر خدناها الثقة بالله ثم الثقة بالنفس ثم التواضع ثم المسئولية ثم المهارة ثم الابداع واخر عنصر معاه هو الايه هو الاسرار حاول ان العناصر دي تتوفر فيك حتى تصل الى هدفك حتى تصل الى النجاح الذي تأمل اه او النجاح الذي تطلبه طيب احنا انتهينا من درس القراءة بتاعنا ما ينفعش نعدي طبعا حلقتنا الا بفكهة اللغة العربية والقواعد الايه القواعد النحوي في الحلقة اللي فاتت اه زميلي استاذ حاتم كان بدأ معاكو في انواع الايه انواع الخبر النهاردة جايبين قطعة مع بعض هنحاول ان احنا نطبق فيها طبعا ايه انواع الايه انواع الخبر ونستخرج الخبر من القطع اللي معايا مع مجموعة الاعرابات المهمة التي لا يخلو منها امتحان نبدأ مع بعض القطع بتاعتنا ونشوف اهم الاعرابات اللي موجودة فيها الانسان يحقق النجاح بالعديد من العناصر التي تساعده على تحقيق هدفه في الحياة وعناصر النجاح كثيرة منها الثقة بالله وبالنفس والمهارة والابداع والاسرار وغيرها لذلك يجب ان يهتم الانسان بتلك العناصر اهتماما بالغا املا في الوصول الى غاية كويس اوي لازم ان قبل ما ابدأ في قطعة النحو احلها لازم اقراها وافهمها واعرف القطع دي بتتكلم عني طبعا القطع هنا بتتكلم عن عناصر الايه النجاح او هدف الانسان في النجاح نبدأ اول سؤال عندي طبعا هيقول لي اعرب ما تحته خط الانسان يحقق النجاح بالعديد من العناصر كويس اوي عندي كلمة العناصر طبعا في قبلها حاجة حل اعربها اللي هو من ومن دي من حروف الايه من حروف الجر نفكر بعض بحروف الجر كده تاني من الى عن على في الباق الكاف اللا من الى عن على في الباق الكاف الايه اللا طبعا عندي حرف الجر من اللي بيجي بعد حرف الجر دائما او مباشرة بنعربه ايه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة طب ليه هنا الكسرة يا مستر مع ان كلمة العناصر هنا جمع اه قلتلك ان احنا قبل كده في الجمع عندنا تلات انواع من الجموع في جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير نكتب كده تلات كلمات لكل حاجة فيهم جمع مؤنث وجمع مذكر وجمع ايه جمع التكسير جمع المذكرة زي مثلا ايه المصريون جمع المؤنث زي ايه المصريات جمع التكسير مثلا زي ايه المدارس الفرق بين التلات جمعت دولات عند المصريون جمع مذكر سالم بينتهي بوو ايه بوو ونون وممكن ينتهي بيو ونون لو الكلمة مجرورة او منصوب المصريات اللي هي جامعة المؤنس السالم بينتهي بألف وإيه بينتهي بألف وتاء أما المدارس مع إن الكلمة جامعة مفردها مدرسة إلا أنها لا تنتهي لبوا ونون ولا يأونون ولا ألف وإيه ولا ألف وتاء وبالرغم من كده الكلمة الجامعة فبنسميها جامعة التكسير تمام كده يبقى عندي جامعة المذكر السالم بينتهي إما بوا ونون إما يأونون المصريات اللي هي جامعة المؤنس السالم بتنتهي ب該لف و ايه بالف وتاء المدارس كلمة جامعة ولكن لا تنتهي بما ينتهي به جامع المزكر وجامع ايه المؤنس فبالتالي بنسميه جامع ايه جامعة تكسير. جامعة تكسير في اعرابه بيعامل معاملة المفرد. يعني بيرفع بتضمة. وينصب بالفتحة ويجرب الايه ويجرب الكسر. بترفع بالضمة ويتنصب بالفتحة ويجرب الايه بالكسر. علشان كده عندي كلمة العناصر في القطع اللي معايا طبعا من العناصر هنعرفها ايه اسم مجرور وعلامة جريه لايه الكسرة التي تساعده على تحقيق هدفه كويس اوي عندي كلمة تحقيق دي كلمة ناكرة يعني ما فيش فيها الى فلان هتعلمنا ان الناكرة الاسم الناكرة اللي هو بيخلو من التعريف وغالبا الالف الايه واللام او الضمير كويس وكلمة هدفه كلمة معرفة ازاي معرفة يا مصدر ما انتا قلت ان الناكرة بتبدأ بتبدأش بالف ولم يبقى المعرفة لازم تبدأ بالف وايه ولام هقول لك لا التعريف يما بالالف واللام او بالضمير لو شفت كلمة هدفه هلا ان الكلمة منتهى بهاء الغائب وده ضمير من الضمائر يبقى بالتالي كلمة هدفيه هتبقى كلمة معرفة يبقى عندي ناكرة زائد معرفة يبقى تكلمة تانية ايوة سامعت الله بهوة مصدر قلتنا قبل كده المعادلة دي تناكرة زائد معرفة يبقى الكلمة التانية نعريبها مضاف اليه مجرور. مضاف اليه مجرور. كويس او. نيجي بعد كده ليه الكلمة التانية. وعناصر النجاح كثيرة. برضو نفس الكلام هو. كلمة عناصر كلمة نكره ما فيش فيها الف ولام. بعدها كلمة النجاح كلمة معرفة بالالف والايه? معرفة بالالف واللام. فبالتالي تبقى كلمة النجاح مضاف اليه ايضا مجرور. وعلامة جريه وعلامة جره الكسر وعناصر كثيرة منها الثقة بالله وبالنفس والمهارة والإبداع والإصرار وغيرها لذلك يجب أن يهتم الإنسان بتلك العناصر اهتماما بالغا أيوة دي بقى حاجة خدناها قبل كده في السنين اللي فاتت عندي يهتم الفعل هوبس الفعل يهتم واللي قال لي عارفها كلمة ايه اهتماما يهتم اهتماما ايه اللي خدناه من الأسماء أو من المفعيل اللي خدناه خدناه مفعول به ومفعول مطلق ومفعول لأجلي ايه اللي خدناه منهم بيكون فيه المفعول مطابق للفعل أو مشابه للفعل يبقى المفعول المطلق يبقى أن يهتم اهتماما يبقى كلمة اهتماما هتبقى مفعول مطلق طبعا منصوب وعلامة نصبه نصبه الفتح طب المفعول المطلق هنا نوع ايه مؤكد ولا مبين للنوع ده جي بعده يا مصدر صفة اهتماما بالغا يعني بيوصف الاهتمام بانه بالغ وشديد فبالتالي هيكون اهتماما دي هتبقى ايه مفعول مطلق منصوب مبين للايه مبين للنوع طيب نيجي للكلمة الاخيرة معايا في الاعراب لذلك يجب ان يهتم الانسان بتلك العناصر اهتماما بالغا املا في الوصول الى غاية طبعا انا لو حطيت سؤال هنا كده في القطعة وانت باجابة السؤال ده هتوصل للاعراب بتاع الكلمة لذلك يجب ان يهتم لماذا يجب ان يهتم الانسان بتلك العناصر اهتماما بالغا لماذا يجب ان يهتم الانسان بتلك العناصر اهتماما بالغا الاجابة هتكون ايه املا في الوصول طب الاجابة السؤال السؤال بتاعه بيبقى لماذا الاجابة بتاعت السؤال عرفنا بقى انها بيبقى مفعول ايه مفعول لاجله منصوب يبقى عندي كلمة املا هتبقى مفعول لاجله ايه مفعول لأجله منصوب طيب لو جيت لسؤال في الاستخراج بقى في انواع الخبر وقال لي استخرج خبر وبين نوعه من القطع اللي موجودة معي استخرج خبر وبين نوعه عشان استخرج الخبر لازم ادور على الجملة الاسمية اللي بتبدأ بالمبتدأ اول اسم عندي في القطع هو الانسان كويس اول الانسان اسم يبقى بالتالي هتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعيه ايه وعلامة رفعيه الضمة الانسان ماله الانسان يحقق النجاح بص معنا كده حاجة برضو بسيطة تعرف بيها الخبر عند الانسان جي بعده ايه الانسان اسم مبتدأ جي بعده الفعل يحقق الفعل ايه يحقق يبقى المبتدأ زائد الفعل يبقى تعرف على ظن ان الخبر ده خبر جملة فعليا مبتدأ زائد فعل يبقى الخبر خبر جملة ايه خبر جملة فعلية. الخبر فين يا يا مستر? اهو الانسان يحقق النجاح. الانسان يحقق للايه? النجاح? يبقى عندي كلمة يحقق النجاح او جملة يحقق النجاح. هتبقى خبر جملة ايه? خبر جملة فعلية. طيب فيه خبر تاني في القطع مستر ندور مع بعض. ونشوف على تحقيق هدف في الحياة. وعناصر النجاح هيوة. ما لها بقى عناصر النجاح? عناصر النجاح كثيرة. عناصر النجاح كثيرة يبقى عندي هنا كلمة عناصر هي مبتدأ النجاح عرضناها مضافة ليه مجرور عناصر النجاح مالها يا مستر كثيرة هي اللي فهمتني معنى الجملة او كملتلي معنى الايه كملتلي معنى الجملة فبالتالي هتكون كلمة كثيرة ايه هتكون خبر بس نوع ايه يا مستر بقى كلمة كثيرة هنا اكتر من كلمة ولا كلمة واحدة كلمة كثيرة كلمة واحدة بس فهمتني الجملة فبالتالي لما افهم الجملة بكلمة واحدة فبالتالي بساميه خبر ايوة خبر ايه خبر مفرد يبقى خبر مفرد مرفوع وعلامة رفعية ضمة لان كلمة كثيرة ايه كلمة كثيرة طبعا مفرد طبعا كده احبابي انا حاولت ان انا اراجع معاكم بعض اه اه دروس او او الدرس اللي خدناها في الحلقة الماضية من الخبر وانواع ايه وانواع الخبر طبعا ان شاء الله دي لحد هنا انتهت حلقتنا مع الصف السادس الاتدائي الصف الاول الاعداد ينتظرن ان شاء الله بعد قليل اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته